اهلا بكم من جديد مع هيسن في الصين اتكلم حضراتكم دلوقتي من حفل احتفال طلبة وطالبات المدرسة العربية هنا في الصين بحفل التحرج رقم 13 او الدفع رقم 13 في عمر المدرسة العربية هنا في الصين الصين فيها عدة مدارس عربية هنا في جوانسو فيه مدرستين عاربيتين منها هذه المدرسة وايسflanzen المدرسة العربية هنا في جوانسو والتي تقوم تدريس المنهج السعودي وشهدتها هنا معتمداً من السفارة السعودية في بكين هذا الحفل اليوم كان موجود فيه نائب القنصل العام للمملكة العربية السعودية هنا في مدينة كونتو أيضاً كان موجود في هذا الحفل رئيس مجلس الجاليات العربية هنا في السين السيد أحمد اليافعي اللي انتوا جايفين ورايا ده احتفال الطلبة بعد ما الحفل خلص احتفال الطلبة به الحفل التخرج الطلبة هنا من جميع الجنسيات كان فيه مصريين فلسطيكيين وردوليين سوريين يمنيين سعوديين من جميع الجنسيات تقريباً موجود هنا الطلبة العرب هم أبناء الجالية العربية هنا في مدينة كونتو والتي يبدو بعددها يسيد عن مئة تلق مساء الموجودين هنا في المدينة التجارية الأشر هنا في جنوب السين من شوية الظراحة اللي درس الله فيلمة الفرحة هنا صراحة أنا محسنش للطلبة همين مصري أو مماني أو مماني أو سوري أو سوريا أو يمني الكل زابد في البوتفة العربي الكل هنا عربي اللغة وحداتهم اللغة ووحداتهم مصريين الكل هنا عربي وكلهم مصريين تقريباً الشباب كانوا مصريين جداً والبنيات وفضل أسر موجودة زي ما حاراتهم تقريبين الأسر كلهم زوجات والأدناء بعد انتهاء الحفلة الغريمة ما شاء الله كان حفلة جداً وكانوا نعملوا برضو أجاني عن سلسطين وعن سوريا وعن اليمن فأيضاً الشباب يعني عاشوا ويعيشون مع ألام أوطان هنا في المهدر هنا أو في بلاد الغرفة في هنا في مدينة وانجو أنا بحاول أن اللحظاتكم كل من الوقرات الحفلة بالمناسبة للمدارسين ومعطور من مصر المدارسين المصريين والسوريين والدنيين والسعوديين برضو ما شاء الله كنتم مع حيثم مصير نخلق أدارات الفقرة سريعة هنا من قلب هذا الحدث وهو حفز اقتصال تسريق دقعة التاشر لأبناء الحنوية العامة في المدرسة العربية بجوانشو هنا في جنون مصير كنتم مع حيثم وأشوفكم في علاقة جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته